لا تزال معاناة مرض الفشل الكلوي قائمة ويوما بعد آخر تكبر بينما يستمر غياب دور المعنيين عن التحلي بالقيام بمسؤولياتهم تجاه هؤلاء المرضى نحن نعاني من نقص مواد حاد في القسم الغسير الكلوي في مستشفى الثورة أننا نناشد المنظمات الدولية ونناشد أهل الخير ونناشد الحكومة ونناشد وزانة الصحة أن ننجل لنا مواد لأننا سنموت إذا ما نقصر ناشد بالأسبوع ونقصر مرتين هو من المفروض أن يكون ثلاث مرات لكن نقصر المرتين وثلاث ساعات هنا في مركز قسم الغسير بمستشفى الثورة في تعز يتكشف حجم الكارثة الناجمة عن إهمال السلطة المحلية في حين يتزايد استقبال المركز لحالات جديدة على الرغم من شحة إمكانياته إذ لا يزال يعمل بنحو 22 جهازا ويستقبل 88 حالة يوميا ولم تعتمد الجهات سوى 500 جلسة منذ مطلع العام الجاري نحن نطلق نداءات استغاثة لتزويد مركز الكلة الصناعية بمواد غسيل الكلة نحن رغم الإمكانية الشحيحة التي نعاني منها إلا أننا نقدم خدماتنا للمرضى نحن نستقبل 88 مريض فشل كلو في اليوم الواحد نحن في مشكلة كارثية قد تؤدي إلى وفاة هؤلاء المرضى 23 موظفا هنا يعملون لخدمة المرضى لكنهم أيضا لهم معاناتهم الخاصة أبرزها عدم صرف مرتباتهم نحن أكثر من 23 موظف داخل المركز لم نستلم أي مستحقات منذ أكثر من سنة ونصف حيث والكل متعاقد لا يوجد أي شخص رسمي إلا رئيس القسم إلى جانب كل هذه المشاكل التي تتفاقم كل يوم تعجز السلطة المحلية عن سداد فواتر الأدوية لبعض الشركات بالإضافة إلى عدم توفير الموازنة التشغيلية للمركز وهو ما يهدد المركز بالتوقف في حين استمرت هذه المشاكل بالتفاقم وسط نداءات استغاثة متكررة توجهها إدارة المركز والعملون عليه وقبلهم هؤلاء المرضى تستمر السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية في الصم أذانها فيما يواصل المرض تهديد حياة المئات من نزلاء المركز ممن يفتقرون لأبسط الرعاية حمزة أمين قناة بلقيس تعيز اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنسي قنقر اشتركوا في القناة